شهد سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي صباح اليوم حفلة تكريم للقوات المشاركة في التمرين التعبوي المشترك سموم ثلاثة بحضور سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة والذي نفذته قوة دفاع البحرين ممثلة بالحرس الملكي ومجموعة من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالذخيرة الحية لعدة أيام وفي بداية الاحتفال ألقى سمو قائد الحرس الملكي كلمة رحب من خلالها بمجموعة القوة التابعة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين كما أشاد سموه بالمستوى الطيب الذي ظهرت به القوات المشاركة من قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة الإماراتية من خلال تطبيق فعاليات التمرين التعبوي المشترك سموهم ثلاثة وما بذلوه جميعا من جهود متميزة وقدرة في التحضير والإعداد والتخطيط والتنفيذ لهذا التمرين ما ساهم في تحقيق النتائج المرجوة من خلال التطبيقات الميدانية والعمليات العسكرية والكفاءة القتالية والذي يعكس مدى التجاوب السريع والمستوى العالي من التدريبات والتجانس والاستعداد للتعامل مع مختلف ظروف المعركة الدفاعية الحديثة بعدها ألقى المقدم الركن محمد البلوشي من القوات المسلحة الإماراتية كلمة شكر خلالها كافة المسؤولين بقوة الدفاع البحرين والحرس الملكي على حفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة موضحا مدى الاستفادة التي تم اكتسابها من هذا التمرين دعيا الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان على مملكة البحرين كما ألقى الرائد الركن الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد مجموعة القوة التابعة للحرس الملكي كلمة ترحيبية قدم من خلالها شكره لسمو قائد الحرس الملكي لرعايته هذا الاحتفال وقد تم خلال الاحتفال عرض فيلم موجز عن مجريات ومراحل التمرين التعبوي المشترك سموم ثلاثة بعدها قام سمو قائد الحرس الملكي بتبادل الهدايا التذكارية مع قائد المجموعة الإماراتية والقوات المشاركة في التمرين معربا سموه في ختام الاحتفال عن شكره وتقديره للجميع متمنيا لهم التوفيق والسداد